قرار صدر وألغي بسبب رفضه من الشارع الليبي وعديد الشركات لما فيه من ضرر على ميزانية المواطن ألا وهو قرار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والذي ينص على تحديد السعر 12 سلعة فيرى مراقبون اقتصاديون أنه اختار أن يرفع الأسعار بدل مراقبتها الأمر الذي وضعه في ورطة مع الشعب وجعله يغير الخطة ويلغي هذا القرار المفاجئ وفي ذات العين أرسل الحويج كتابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد لدبيبة يطالب فيه بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية وبالفعل قبل أمس بالموافقة من قبل رئيس الحكومة عليه وزارة الاقتصاد والتجارة شكلت لجنة لمراقبة الأسعار أسبوعيا الأمر الذي كان في صالح المواطن مع كل التخبطات في القرارات السابقة ولكن الحويج لم يسلم بل تعرض لوابل من الانتقادات من قبل نشطاء المجتمع المدنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إصدار قراراته المؤخرة التي وصفت بأنها غير مستقرة ومن ضمن هذه الانتقادات لأحد النشطاء قوله القرار هذا لم يقدم أي شيء للمواطن بل شرع لبعض التجاري الزيادة غير المبررة لأنها كانت زيادة بعد إقرار رفع معاشات ورواتب بعض موظفي الدولة إضافة لعدم وجود ثقة بما يتعلق بتثبيت أو تخفيض سعر الصرف والذي أصبح عبءا على الجميع وركز معلقون آخرون على هذا القرار أنه يفتقر في سياغته إلى الإشارة لقرارات وإجراءات أخرى لا تصيلة مباشرة بعملية التسعير منها ما صدر عن الحكومة وكذلك من مصر في ليبيا المنكزي خلال فترات سابقة تتعلق بمرتبات المواطنين وأسعار صرف الدنار أمام العمولات الأجنبية والآليات المتبعة لتحديد أسعار السلع من الجهات المختصة في السوق المحلية بعد صدور قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الموردين هل سيكون هناك تهريب إلى البلدان المجاورة مثل ما نرى امتهان بعضهم بتهريب الوقود وهل ستنخفض الأسعار بعد صدور هذا القرار بتشكيل لجنة تراقب الأسعار أسبوعيا ترجمة نانسي قنقر